الكريملين يرمي كرة التوتر في الملعب الأمريكي مؤكدا أن موسكو قدمت مقدرحات لشأن الضمانات الأمنية التي تريدها من واشنطن وهي بانتظار مواقف أمريكية واضحة الدعوة الروسية يقابلها تصعيد موسكو للهجة التهديد بالرد في حال تطورت الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا في هذه الأجواء يكشف وزير الخارجية الروسية أن حوارا سينطلق بين مفاوضين روس وأمريكيين بداية العام المقبل فما الذي من شأنه تخفيق التوترات وكيف يمكن التوفيق بين مخاوف الطرفين معنا الآن من واشنطن الباحث في مؤسسات هاريتج دانيل كوتشيس سيد كوتشيس مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار واضح أن هناك مساعي ويبدو أنها تحرز بعض التقدم لإنهاء هذا التوتر هناك حديث عن مفاوضات أو نقاشات ستجرى بداية العام القادم بين موسكو وواشنطن من جهة وبين موسكو والنيتو من جهة أخرى إلى أي مدى برأيك هذه أو أسباب هذه التوترات يمكن علاجها في مثل هذه النقاشات بالنسبة لي طبعا الأمر يتعلق بأن روسيا مثل التي أشعلت النار ثم تقول إنها تبحث عن الأمان من النار لقد خلقوا الظروف والمشكلة التي هم بدأوها وهذا النزاع الذي بدأ في أوكرانيا رأيت أخبار اليوم بأن هناك محادثات مع الولايات المتحدة ومع النيتو ستبدأ ولكن لم يكن هناك تأكيد من واشنطن وإذا تم تأكيد ذلك فهذا ربما خطأ كبير هذا نسمح لروسيا فقط بتفريق التحالف هذا أيضا سيضع الولايات المتحدة في موقف تفضله روسيا حيث إن الكثير من الدول تقرر مثلا مصير دولة صغيرة أعتقد بأن هذا خطأ جسيم ولذلك ينبغي أن يكون هناك الحذر ولكن أنا لا أثق في هذه المحادثات ولا أعتقد بأن هناك نوايا حسنة من روسيا أعتقد بأن هذا فقط موقف دبلوماسي ربما وسنشهد ربما غزوا في الأشهر المقبلة خطأ جسيم تقول سيد كوتشيس أن تبدأ واشنطن وموسكو محادثات لتهدئة التوترات ما الخيارات الأخرى برأيك؟ أنا لا أعتقد بأنه كما قلت هناك نية حسنة من موسكو فقائمة المطالب التي قدموها وطبعا لا يمكن للنيتو الولايات المتحدة قبولها ولا أعتقد بأن هناك مفاوضات أو جهود جدة للمفاوضات حين يكون هناك إطار زمني لإيجاد الحل فالحقيقة هي أن الروس وتجميعهم للحشود أظن بأنهم قد حذروا لسيدة أشهر وربما لن يسحبوهم سريعا أعتقد بأن الوقت ربما لا يكفي حتى تكون هناك حلول دبلوماسية لأنه إذا فكرنا في بعض الأشياء التي يطالبون بها خاصة مثلا الضمانات بأن النيتو لن يسمح لأوكرانيا بأن تنضم إليه أو أن الولايات المتحدة لن تبعث جنودا إلى دول الشرق في أوروبا أعتقد أن الولايات المتحدة والنيتو لن يوافق عليها روسيا طبعا قدمت قائمة مطالب تعلم بأن الولايات المتحدة والغرب سيرفضونها عموما أعتقد أن هذا ربما عذر فقط للإعتداء على أوكرانيا أنا لا أعتقد كما قلت أن موقف روسيا جدي من المفاوضات طبعا هم فقط ليقولوا بأن الولايات المتحدة رفضوا مطالبنا ورفضوا التفاوض وحاولنا حل المشكلة كما قلت هذا فقط موقف دبلوماسي من روسيا وهم لا يريدون أن يجد أي حل دبلوماسي طيب بسرعة نستعرض ما قاله السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي وأيضا المتحدث باسم الكريملين وزير الخارجية يقول تم اختيار المفاوضين وقبولهم من قبل الطرفين ندعو لإجراء مناقشات جادة ونحذر من محاولة إغراق المفاوضات في المستنقع ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية يقول يجب أن تحقق المفاوضات نتيجة محددة نظرا لوجود قضايا أساسية تهدد أمن روسيا طبعا الضمانات أو المسودة التي أرسلتها موسكو والتي تطلب فيها ضمانات من الولايات المتحدة ومن النيتو فيها مطالب واضحة كما أشرت قبل قليل سيد كوتشيس مسألة عدم التوسع شرقا عسكريا من قبل النيتو وعدم قبول دول مثل أوكرانيا ودول وجمهوريات سابقة في الاتحاد السوفيتي في حلف النيتو هذه من حيث المبدأ مطالب مرفوضة من قبل واشنطن ومن قبل الكثير من دول النيتو هل هناك أرضية مشتركة لأي محفاوضات إذن ستجرى بين هذه الأطراف وبين موسكو أنا لا أرى أرضية مشتركة ولهذا لسببين طبعا من الجانب الغربي لا أعتقد أن الولايات المتحدة أو النيتو يمكن أن يوافقوا على هذه المطالب أو ينبغي أن يوافقوا ولكن هناك أيضا من الجانب الروسي لأنه ماذا سيطلب الغرب من روسيا هل ستعيد القرب مثلا إلى أوكرانيا وتنهي الحرب في دونباس وربما تسحب بعض أنظمة الصواريخ من هناك أعتقد بأنه ينبغي أن يكون هناك أيضا من الجانب الروسي حتى ولو أن الغرب مثلا قبل المطالب الروسية طبعا هذا خطأ فضيع ولكن روسيا أيضا ينبغي أن تقدم شيئا ولكن بوتين لن يقدم أي شيء إذن أنا لا أجد أي أرضية مشتركة لإيجاد حل سياسي أعتقد أن هذا إما بالحصول على تنزلات من الغرب من دون تقديم أي تنزلات أو يكون عذرا لغزو أوكرانيا أعتقد أن هذين هما الخياران وكما قلت ليس هناك حسن نية لأن المفاوضات لا أعتقد بأنها تعطي كثيرا للمنورات طيب الموقف الروسي يقوب على عدة مبادئ سيد كوتشيس أهمها أنه مسألة توسع الناتو إلى الحدود الروسية مسألة تشكل تهديد للأمن القوم الروسي الروس يقولون إذا وضعت صواريخ في أوكرانيا فهي بحاجة إلى عشر دقائق فقط للوصول إلى موسكو أليست هذه مباعث قلق حقيقية بالنسبة للروس ليس هناك أي حديث مثلا عن توجيه أي صواريخ من أوكرانيا تجاه روسيا هناك فقط مثلا روسيا لديها عدد كبير من الجنود الموجودون على حدود الناتو وأكثر من دول الناتو بالعكس إذن أعتقد أن الميزان هنا يصب لصالح روسيا وهذه فقط دعاية تقوم بها روسيا لا أعتقد أن بوتين يشعر بالتهديد من الولايات المتحدة هذا ربما خطاب فقط لشعبه ليقول لهم إننا نحميكم ويعطي عذرا أيضا بإنهاء عمله في أوكرانيا وخاصة ربما هو يظن بأن إدارة بايدن ضعيفة أعتقد بأن هذه ربما فرصة له ليتحرك إلى الأمام ويقوم بأشياء كانوا يتمنون أن يفعلوها قبل أعوام في أوكرانيا ولكن هناك من يرى سيد كوتشيس أن أوكرانيا هي بمثابة الحديقة الخلفية يعني ساحة النفوذ الروسية يعني البعض يقول إذا وضعت روسيا صواريخ في المكسيك فأن واشنطن لن تبقى جالسة مكتوفة الأيدي في هذه الحالة ألا ترى أن هناك وجهة نظر روسية فيما يتعلق بهذا الأمر وأن موسكو لديها الحق في أن تطلب الدفاع عن أمنها القومي في مثل هذه الحالات نحن لا نعيش في الثمانينيات أو في القرن التاسع عشر فطبعا هناك أحلاف تشترك ويمكن أن تقرر مثلا بدعوة دول أخرى إلى الانضمام إليها وأن تدرب جنودها وترسل جنودا إلى أراضيها إذا نظرنا إلى روسيا فلديها جنود خارج الحدود ليس لأن تلك الدول غزتها ولكن لأن روسيا استغلت أخذت أراضي من جورجيا أو أوكرانيا ولديها قوات هناك إذن الوضع مختلف تماما أعتقد بأنه من المهم أن نتذكر بأن روسيا هي المعتدي في أوكرانيا فهي التي غزت دولة لأنها لم تريد أن ترى أوكرانيا تصبح دولة ناجحة مثل الدول الغربية وهذا الأمر ببساطة في الدقيقة المتبقية سيد كوتشيس أنت تقول أن الدخول في حوار مع موسكو هو خطأ جسيم لو كنت أحد مستشاري الرئيس بايدن ما الذي تنصح أن يقوم به عدا عن الدخول في حوار لتهدئة التوترات؟ هناك فارق بين المحادثات العسكرية بين الروس والولايات المتحدة والمحادثات السياسية المحادثات السياسية حتى تستمر يمغي أن يكون هناك عدبة تصل إليها روسيا وتحقيقها وسيادة أوكرانيا مهمة جدا طبعا سأنصح الإدارة بأن تتحدث مع روسيا من موقع قوة وليوضح لها بأنه إذا كان هناك غزو لأوكرانيا ستكون هناك تداعيات كبيرة ستؤثر على النظام مباشرة شكرا جزيلا لك دانيل كوتشيس البحث في مؤسسة هاريتوج كان معنا من واشنطن